الأهلي تيكي تاكا الأهلي مع كولر الحقيقة مش بس مبارح حتى في مبارتاي الرجاء التراجي في تونس وفي القاهرة ظهر النادي الأهلي بصرف نزع النتيجة احنا أرقبنا بقالها فترة ونتيجنا بقالها فترة الحمد لله مشك واس جدا لكن ظهرت كورة كولر مع الأهلي بشكل واضح جدا ايه السبب في ده ملال يعني في البداية خلينا نقول ان مارس الكولر أعاد النادي الأهلي للهيمنة المحلية اللي كان غايب عنها النادي الأهلي لمسامين متتاليين بامتياز يعني النادي الأهلي أصبح بيدخل مباراة الدوري كما كان في السابق النادي الأهلي كنا متعودين ان مثلا مباراة امبي ما كناش بنعاني مباراة مع احترامنا لكل الخصوم ولكن النادي الأهلي في الدوري كان معروف قدره وكل مباراة النادي الأهلي في الدوري لما كان النادي الأهلي يتعادل مباراة أو مبارتين كانت بيبقى موضوع ومشكلة اه بالضبط فمارسل كولر خلى الفريق عنده شخصية كبيرة جدا حتى ظهر مارسل كولر يمكن كمان بعد المباراة في موضوع علي معلول واتكلم وقال تصريحات لها علاقة فهو مارسل كولر واضح أنه وقفل على الفرقة كويس قوي مش عايز أي حد يخلق له مشكلة من لا مشكلة يعني موضوع علي معلول وإن كان بالمناسبة الجمهور بيتكلم في الموضوع ده ممكن على سبيل الدعابة شوي أنه الجمهور بيتمنى أن علي معلول يحمل شرط القيادة ولكن هي مش حاجة ذات أهمية أو حاجة لها أولوية ولكن مارسل كولر عايز يقطع الطريق على أي أقويل أو أحاديث ممكن تدخل تثير بلبلة داخل الفريق فالراجل واضح أنه هو صارم جدا شخصيته قوية جدا ده اللي انعكس على أداء الفريق في الملعب لكن الحاجة اللي تبني على السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام أو بين الجمهور وبعده هزار أو من توافع الأمور أو حاجة سطحية بتوصل بشكل لاني ممكن تأثيرها جوة الفرقة تبقى تأثير تاني مختلف تماما وبالي حاجة لازم نرعيها وإحنا في مرحلة بلغة الحساسية بلغة الحساسية علشان كده أنا بقول لحضرتك أنه هو مارسل كولر كان واضح وكان حازم جدا في الكلام عن الموضوع ده وهو دي الشخصية اللي أظهرها الفريق مبارح في الملعب وطول مباريات الدوري يمكن إحنا كنا آخر مبارح خضع النادي الأهلي كان بتاريخ 17 أربعة أمام سموحة كان النادي الأهلي فاز بهدفين خارج ملعبه ومبارح بيعود النادي الأهلي لمرة أخرى لمنافسات الدوري بيفوز على فريق على فكرة انبي نتائجه مع الكبار مميزة جدا يعني فاز على الزمالك فاز على بيرامدز في كأس الربطة وأخرجه من كأس الربطة فاز على فاركو فاز على كل الفرق الكبيرة تقريبا عمل معهم نتائج كويسة جدا فانبي أمام الفرق الكبيرة بيقدمه السيوات مميزة ولكن مبارح النادي أهلي فرض شخصيته وأداءه وعملنا المعادلة الصعبة بتعمل فوز كبير وأداء جاية ومتالي أحمد فرحة الناس مبارح فرحة جمهور الأهلي مبارح يعني لأول مرة طبعا بنفرح على طول لما الأهلي بيكسب لكن في أوقات حتى بنكسب وإحنا مش مستمتعين كما بتهالي الناس مبارح فرحانة من العرض من الكورة من شخصية الأهلي اللي باينها في الملعب أكتر ما هي فرحانة بتلاتة بونت أو بالمكسب على أمبي طبعا يا أحمد زي ما أنتو قلت إن كولر بيأكد كل مباراة إن هو مدرب كبير جدا وده باين جدا في إن خلاص الناد الأهلي بين واسقين قوي جدا وجمهور الناد الأهلي بقى مبسوط إن هو بقى واسق من الفوز دوقتي هتا بتفكر ناد الأهلي هيكسب كامل اثنين، ثلاثة طبعا هو عمل رقم كاسف إن هو يكسب ثلاثات كتيرة في أغلب الأندية لكن كولر مدرب وقع جدا وعنده ميزة أنا بشوف من أهم مميزات اللي هو عملها في ناد الأهلي بس أنا أقول لك حاجة يا أحمد هو من بداية كولر من مطش تحدي مش أول حاجة لعبها تحدي من السيدي بره لغاية خلينا أقول دور المجموعات حتى بما فيهم مطش القطن اللي كسبنا أربعة ومطش اللي ناكسبناها تلاتة كنا بنلعب وبنكسب لكن ما كانش فيه الأداء في حاجة حصلت في تطور فجأة بقى واضح للناس كلها هنا الانسجام بقى هو الانسجام مع الوقت الانسجام اللي كان أغلب الناس بتنتقدوا مش عارفوا الرجل ده بيعمل إيه أصلا فبدأ مع الوقت تعرف قيمة الانسجام اللي كان بيعمله كولر إحنا حتى بناءنا نحس به إنبارح أغلب أو فيه أغلب العناصر كانت متغيرة ما أعتقدش أنه هنا بنحس بالفرق تماما فيه أداء ناد الأهلي أو حتى في النتيجة محمد شريف في الوقت اللي كولر يعني بيفاجئ أو بيراهن عليه بتليبي يجيب جمب سهولة جدا مش مباراة إنبي بس في كذا مباراة وأعتقد عمل كان برضو مع عبقادر عبقادر ما كانش بيلعب مباراة الترجم كانش بادئ برغم أن عبقادر كان في أغلب الأوقات الأساسي فإحنا دلوقتي بنا محترين عندنا في الهجوم وعندنا في كل مركز فيه المباراة أو في الفريق دلوقتي خلاص عندك الفروب بقت بسيطة فأي لعب هيلعب خلاص أنت ما عندكش مشكلة كونر كان سبب في الموضوع ده لأنه هو مدرب أنا بشوف أنه عنده خبرات كبيرة جدا عنده هدوء وواقعية وعنده قط اللبس أنا بشوف أن النادل أهلي من فترة كبيرة ما بقاش فيه هدوء جدا في قط اللبس من فترة كبيرة عمل يعني أعتقد توازن وميزة مخلي حتى زي ما أنت برغم أن شخصتك كويه جدا لكن برضو في حالة من المرح اللي هو برضو بيديها برضو إحساس أنه مش بشدر جدا لكن أعتقد أن كونر كان سبب كبير في ترتيب أو تحول ده نادل أهلي مع النتيجة فأعتقد أن كونر مدرب كبير جدا وهيبقى إضافة كبيرة جدا وهيعمل تاريخ جدا إن شاء الله نراهن عليه إن شاء الله في اللي جاي